اشتركوا في القناة رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاح الشامل وإطلاق صراح معتقل الحراك إلى جانب التعبير عن رفض التنقيب عن الغاز الذي يثير جدلا واسعا في الساحة الجزائرية هذا ورغم ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تعهد بتنفيذ كل مطالب الحراك يواصل الحراك الجزائري احتجاجاته في إطار مخاوف من الالتفاف على التغيير الذي خرج من أجله الجزائريون في تظاهرات توشك أن تغلق العام لمناقشة تطورات الحراك الجزائري أرحب بضيكي معي في الستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أهلا بك معنا سيد محمد مرحبا بك تحية لك والمشاهدين الكرام جمعة التاسعة والأربعين نشك أن نتم عام من الحراك الجزائري كيف رأيتها هذه الجمعة؟ جمعة قوية جمعة رائعة جمعة ثبت فيها الناس على المطالب وعلى تحرير الجزائر دعوة إلى مدنية الدولة الدعوة إلى دولة العدل والحق والقانون الدعوة إلى ذهاب الجنرالات إلى ثكناتهم كانت هذه هي تقريبا الشعارات وهناك طبعا شعارات جديدة خاصة تعلق بالغاز السخري الذي يبدو أن الجماعة الحاكمة تتجه إلى استغلاله بطلب أوروبي وأيضا لمصالح خاصة بكبار الحاكمين اليوم في البلاد إذن جمعة قوية جدا كانوا دائما يعتقدون بأنهم بعدما يعينون رئيس على رئيس دولة سيتعثر الحراك أو يتكسر الحراك وهم يفعلون لتفكيك كل ما يستطيعون ولكن الحمد لله القوة تزداد في الجمعة ربما الأولى أو الثانية أو الثالثة استضفناك هنا وكنت مفعما بالأمل والتفاؤل كما الكثيرين وملايين الجزائريين كم نسبة هؤلاء الذين لا زالوا مفعامين بنفس الأمل ونفس التفاؤل ونفس القدر من الحماسة تجاه هذا الحراك نسبتهم هي الملايين الذين يخرجون كل جمعة هؤلاء ليسوا ألاف ولا عشرات الألاف ولا حتى مئة الألاف إذا جمعنا كل الذين يخرجون في البلاد فهم بالملايين في العاصمة وحدها كثيرا ما يتجاوز العدد مليون وأحيانا يصل إلى مليونين في هذه الأسبوع الأخيرة بالمناسبة إذن المفروض وهم كانوا يتوقعون هذا ومن حقك أن تطرح السؤال يعني بعد 49 أسبوع يعني أنهينا 11 شهر ونحن دخلنا على شهر 12 فأن الناس ربما تتثاقل ربما يبدو عليها نوع من اليأس ربما صحيح البعض ربما منسهم ذلك هذه طبيعة بشرية الناس ليسوا سوا وهناك من دخله القنوط من دخله اليأس من دخله بأن هذا النظام لن يتغير ولكن الأغلبية والتي تتبدى بوضوح خاصة يوم الجمعة وأحيانا أيضا يوم الثلاثة هي ثابتة على الموقف ومسلمية الحرك في نفس الوقت ولكن الثبات على الموقف مهما فعلوا الجماعة الحاكمة في موقف أضعف خاصة بعد تعيينهم لرئيس الآن جاوز الأربعين يوم ولكن يبدو أنهم يدورون في حلقة مفرغة بل بالعكس يقولون شيء ويفعلون العكس تماما طيب هل هناك من يراجع مكتسبات أو خسائر الحراق يعني هل هناك هيئة تجلس لتقول قاربنا على العام ماذا حققنا ماذا لم نحقق ما هو المصار الآخر الذي نسلكه أم نظل كما نحن هل هناك من يقوم بهذا الضوء الشعب يقوم في عمومه بهذا ليست هناك قيادة أنا أشرح لك ليست هناك قيادة للحراك لكي تقوم بهذا لكن في أفراد بطبيعة الحال في مناظلين في الداخل وفي الخارج في ناشطين في الداخل وفي الخارج الناس تتحدث بكل حرية الناس تعودت دائما أن يكون هناك زعيم يقول للناس ما تفعل أو لا تفعل هذه المرة في الحقيقة في عدد من الجزائريين معتبر يتحدثون ويؤثرون ويتأثرون بالحراك في نفس الوقت والناس في النهاية الخط هو هذا ما دام هناك مئات الألاف وفي غالب الأحيان ملايين يخرجون كل جمعة فهناك ثبات على الموقف وما دام أن الجماعة الحاكمة لا تطبق حتى دستورها التي وضعته هي ولا تطبق مبدأ الدولة المدنية لا تعطي للشعب الجزائري حق تقرير مصيره لا تعطي للقضاء الاستقلال اللازم لا تعطي للصحافة حري التعبير كل هذا واضح إذن المسار واضح صحيح قد تقول لي مرة أخرى لكنك تدخل على العام وليتحقق لا تحقق أشياء كثيرة بين الأشياء التي تحققت أننا فيه شعار يقول اسمع لهذا الحوار شعار نصف العصابة في السجن والنصف الثاني مع تبون مع الرئيس والصحافة تريد تقسيم الحراك والقاضي يتلقى الأوامر بالتليفون في هذا الشعار بالدرجة الجزائرية يعني هذا معناه أن البلد كلها ضدكم ضد الحراك من معكم إذن إن كان نصف العصابة في السجن ونصف العصابة مع تبون والقضاء بالتليفون من مع الحراك إذن يا سيد محمد؟ أولاً كمسلمين معنا الله ثانياً الشعب كل الذين يحكمون اليوم البلد لا يزيدون لعندهم القرار لا يزيدون عن ثلاثين شخص وفي الحقيقة هو مستجنية غالت هذا واحد الأمر الثاني حول الألف هذا وجد خمسة آلاف وحول خمسة آلاف خمسين ألف إذن عدد كل من يمسكون بالدولة في الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجيش وفي القطاع المدني لا يزيدون عن خمسين ألف الشعب الجزائري 43 مليون إذن الملايين في الحقيقة هي ضد هذه الجماعة التي في الحقيقة لو كان لهم أدنى شعور بالمسؤولية وبالمرؤة بعد ثمانية وخمسين سنة تكون الجزائر وهي هذا البلد هذا العملاق المقيد تكون في هذا الوضع كارثي يوم الشعب الجزائري مفقر معطل بائس مستشفياته في حالة يرثلها ليست بعيدة عن مستشفيات مصر طرقه ليست بعيدة عن طرق مصر وضع الجزائر ومصر خاصة هذه الدولتين يعني يبكي الحجر لأن لدينا الإمكانيات الهائلة في البلدين ولكن للأسف العسكر الذين يحكمون بقبضة حديدية ولكن بفشل كامل أعادوا هذه البلدان إلى عصر حجر منذ انتخابه وأنت لا تعترف به رئيسا حتى الآن وتقول أن هناك الكثيرين ممن لا يعترفون به عبد المجيد تبون رئيس ولكنه كل جمعة يحاول أن يغالب الحراك يحاول أن يتقرب من الحراك هذه المرة في تصرحات ألمية قال نصا أنه ملتزم بتنفيذ كل مطالب الحراك كيف استقبلتم هذه الخطوة الإيجابية من الرئيس الجزائري استقبلناها كما يستقبل الفلسطينيون ما يقوله نتنياهو وجماعة الجماعة للتحكم إسرائيل طبعا هذا إسقاط مناسب تشبهه برئيس دولة الاحتلال رئيس وزراء دولة الاحتلال أبشع لأن بالنسبة للفلسطينيين هذا محتل والشعب الفلسطيني كله يعرف أن هذا محتل يختلف معه في اللغة يختلف معه في الدين يختلف معه في كل شيء فالفلسطيني من الطبيعي أن يرى أن هذا يسرق أرضه وهو مختلف عنه أبشع احتلال هو الاحتلال باسم أنهم يحملون نفس أسمائنا نفس وجوهنا نفس أشكالنا ومع ذلك يتعاملون مع أنهم الأسياد ونحن العبيد هذا هو الأبشع الاحتلال الخارجي ساهل وواضح عند الناس إلا لمن لا يريد الاحتلال الداخلي بشع بشع جدا لأن الناس تشعر بالظلم بالحجرة بالاحتقار بالمهانة لماذا يفعل الجنرالات وأتباحهم المدنيين فينا هذا الفعل لماذا ألسوا منا ألسنا منهم هذا هو المؤلم خلافكم معهم خلاف سياسي لا ولكن لا يصل إلى أن تصفوا بأنه مثل المحتل جايد صالح نفسه هو الذي قاد هذه العشرة أشهر قبل أن يقبر كان يقول قال هو قال أن الجزائر كانت تحت استعمار ثاني صدق وهو الكذوب صدق في هذه نعم الجزائر تحت استعمار ثاني أقول لك الاستعمار الخارجي عندما يأتي من الأوروبي أو من الصيني أو من الروسي أو من الإسرائيلي أسهل إلينا في مواجهته الاستعمار الداخلي هو الأبشع للشعوب لأنه يستطيع أن يتلعب بكثير من العقول خاصة إذا دخلت عليه المدخلية والمخابرات السعودية وأصبح دين الإسلام اللي هو سرخ في وجه الطغيان يصبح عليك أن تقدس الحاكم لا الداخلي أصعب من الخارجي وصدقني أن الجزائريين ثورتهم كانت سبع سنوات كانت صحيح دفعوا فيها ثمن غالي والملايين ولكن كانت صورة واضحة إلا لمن لا يريد أن يرى طيب نحن 58 سنة بعد الاستقلال هذا استعمار شوفوا نصف الجزائري طيب ألا يوجد من بين قادة الحراك في الداخل والخارج من يريد أن يجلس مع تبون كي يستمع إليها على الأقل ليرى ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الرئيس أي جزائري يحمل هذه الصفة بحق ويحمل شعور الوطن ويحمل أمال الناس هذه الملايين لن يقف مع هذا تبون ولن يجلس معه لماذا؟ نحن لن ننكر على الذين يجلسون معه من حقهم أن يفعلوا ذلك ولكن نرى أنهم يطيلون في عمر النظام لأن أولا تبون خرج الشعب قبل انتخاب وبعد انتخاب وما يسمى بالانتخاب وقال نحن لا نعترف بك رئيس يوم انتخابات في 12 ديسمبر كان هناك الملايين في الشوارع اليوم الموالي كان هناك الملايين في الشرع يرفضونه إذن الشعب لا يعترف به كونه يمثل الواجهة المدنية للحكم العسكري كونه هو ممثل الجنيرالات هذا ممكن أن يكون على هذا الأسس أما على أساس رئيس فلا يجب أن الاعتراف به أبدا أنه رئيس لأنه ليس رئيس الشعب إنما هو ممثل للنظام العسكري للسلطة الفعلية القائمة هذا يا حقيقة الأمر الثاني هم يريدون كسب الوقت هم يقولون شيء شوف من أجل تفكيك الحركة تفكيكوا يقومون على الأرض بتفكيك والتي قلت في المقدمة نتاعك أنهم ضربوا الناس قبل صلاة الجمعة وألقوا أيضا عليهم الغاز في بعض الليكريموجين يعني في بعض الأماكن خاصة في مكان في العاصمة ويعتقلون الناس في هذه اللحظات يعتقلون كل من بقي بعد الساعة الخمسة يعتقلونها هذا في نفس الوقت اللي هو أول أمس يتحدث مع صحفيه اللي اختارهم باش يتحدث على حرية التعبير ليس هناك قناة واحدة تجد فيها حديث مثل الذي يتحدث فيه على قناة الحوار اللي هي من لندن قناة واحدة في الجزائر لا تفعل ذلك جريدة واحدة لا تفعل ذلك أريد أن أتوقف مع قليلا أنتم في الحراك لازال لديكم زخمة على ضغم المرور عام الآن لازال الحراك يمثل قوة حقيقية على الأرض ألا تخشى أنه شهرا بعد الآخر وأسبوعا بعد الآخر يتضاء للحراك تكثر الاعتقالات تفقدون هذه الورقة تفقد هذه الورقة قوتها ولا تملكون وقتها لا قوة للتفاوض ولا حتى الحوار مع الآخر لماذا لا تفكرون الآن فيما تملكونه من أوراق قوة كي تلغطوا به على النظام على الرئيس على ما شابه وتجلسون معه للتفاوض آه للتفاوض دعم نحن لا نرفض التفاوض بل لا نرفض حاصلا الحوار لكن على أي أسس على أي مضامين اجلسوا وتحدثوا عن هذه الأسس ولكن ترفضوه جلس قوم قبلنا جلسوا في الـ 91 92 وجلسوا في الـ 99 وجلسوا في الـ 2011 وفي الـ 2014 وفي الـ 2019 وهذه كل سنوات أنا أذكرها بدقة جلس قوم قبلنا وكان كلها تلاعب بهم تلاعبوا بهم أضيعوا الوقت وأضعوا الفرصة بالعكس نحن إذا انتصر الشعب فهذا ما نبقي وإذا لا قدر الله لم ينتصر فعلى الأقل ثبت الناس في مواجهة الطغيان الثبات في مواجهة الطغيان يحيي أجيال بعدنا أما أن نتنازل وندخل معهم في لعبة نحن نعرف نتائجها سلفا فهذا خداع ونحن لا نودد أن نخدع شعبنا نحن نعرف أنهم لا يريدون لو كانوا يريدون حوار حقيقي ما زالوا يعتقلون الأحرار وما زالوا يعتقلون كل يوم تقريبا في آخرين يدخلونهم للسجن يخرجون بالشمال ويدخلون باليمين ولكن صفرية المعادلة التي تتحدث عنها أنه لا تعترفون ولا تقبلون هذه الصفرية لن تأتي بجريدة سيد محمد ستكسب الرجل الصراعي ليست صفرية نحن مع التفاوض ومع الحوار لكن تحت أسس واضحة ودقيقة ولكي لنصل لنتيجة يتحدث عنها الدستور نفسه وهو مدنية الدولة نحن لسنا عدميين نحن نفهم أنا دبلوماسي أصلا في تكويني التفاوض نعم لكن لا نريد أن نتفاوض مثلما تفاوض عباس مع الإسرائيليين بعد 27 سنة فلسطين تخسر أكثر وانت شايف تحدثت عن صفقة القرن سيكون وضع الفلسطين أسوأ مما كان في التسعينات حينما بدأوا حوار تلاعب بهم الإسرائيليين والأمريكيين إذن إذا كان حوار يؤدي إلى نتيجة يريدها الشعب فنحن نرحب به بل نمد أيدينا أما إذا كان للتلاعب فنحن لسوا بالخب ولا الخب يخدعوني شكرك شكرا جزيلا محمد العربي زيتوتر لمسيح الجزائري السابق كنت رأي فيه في الستوديو